بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال هذا الدعاء عند إفطاره في شهر رمضان خرج من ذنوبه كيوم لدته أمه وهو يا عظيم يا عظيم أنت الله لا إله إلا أنت اغفر لي الذنب العظيم إنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم من قال هذه العبارة عند إفطاره خرج من ذنوبه كيوم لدته أمه صحيفتك تكون بيضاء لا ذنب فيها اجعل من ذلك اسلوب حياة في أيام شهر رمضان المبارك ولا تنسون من فاضل دعواتكم عند الإفطار إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام